الصبورة العجيبة أمال أم البنات هكذا اشتهرت بعد وفاة زوجها بعد صراع طويل مع المرض ترك لها أربعة بنات في عمر الظهور صغار حيث أقامت في بيت العائلة وتحملت الصعاب والظلم ورفضت الزواج مرة أخرى لترعى بناتها الأم لا تقرأ ولا تكتب دفعتها ظروف الحياة الصعبة وقسوتها إلى التخلي عن أبسط حقوقها كامرأة مما اضطرها للعمل مسحة أحذية متنقلة بالمنطقة وهي مهنة غير مألوف عمل المرأة بها لكنها امرأة تملك مال الرجولة من معنى حيث تمتعت بالصبر والإيمان بالله فظلت عاكفة على بناتها تقوم بتدبير شؤون نيزانيات المنزل والمواءمة بين الإيرادات والمصاريف حتى تقدر على تدبير النفقات المعيشية وتكاليف دراستهن وأصرت على إتمام رسالتها وتحملت المسئولية كاملة نحو تربية البنات كان اهتمام الأم أمال هو أن تحصل بناتها على أعلى الشهادات وأن يحققن حلما طالما تمنت فكانت تشجعهن بكل طاقتها إلى استكمال تعليمهن وعدم ترك أي فرصة للتفكير في الانقطاع عن الدراسة لسيما أنهن في المرحلة الأولى من التعليم لكن هيهات فالأجر الذي تتقاضاه الأم بالكاد يوفر لها لقمة العيش ومع ازدياد غلاء المعيشة أصبحت أمال عاجزة أمام متطلبات البنات وحقهن في عيش حياة كريمة لا هندام يليق ولا نتائج دراسية مطمئنة ازدادت حيرة الأم وزاد قلقها فنتائج البنات تدهورت كثيرا وبالكاد يفهمنا الدرس حتى فقررت الأم أن تجد حلا سريعا قبل أن يحصل ما لا يحمد عقباه وفي صبيحة اليوم التالي وفي طريقها نحو المكان الذي اتادت العمل فيه وهي مذعورة وقد أخذ منها التفكير ملكات عقلها شد انتباهها صوت طفل يخاطب صديقه قائلا شكرا لك يا أحمد بفضل الصبورة فهمت درسي ولولا نصحك لي بها لما تجاوزت عجسي هذا قطعه صديقه أحمد قائلا لا يا مالك الفضل يعود لصاحب الصبورة العجيبة فمن اليوم أصبح للجميع مدرس في بيته وهذا شيء رائع والسر في كبسة زر أثار فضول الأم معرفة سر هذه الصبورة العجيبة وما معنى كلام هذا الصغير عندما قال من اليوم أصبح للجميع مدرس في بيته وهذا شيء رائع والسر في كبسة زر فتوجهت نحوهما وسألته من دون تردد هل لك أن تخبرني يا صغيري عن هذه الصبورة العجيبة؟ كم ثمنها؟ هل هي باهظة؟ من أين أتي بها؟ ضحك أحمد وقال لها لا يا عمتي الصبورة هي مدرسة افتراضية تقدم دروسا خصوصية متميزة تماما مثل الصف الدراسي ويتم العناية بك من طرف فريق من المعلمين ذوي الخبرة ومتخصصين وذلك حتى يتمكن أي شخص يحتاج إلى دروس خصوصية مهنية من تحمل التكلفة فكل ما تستحقينه هو حاسوب واتصال بالشبكة الانترنت ومن ثم وفر عليك عناء الدروس الخصوصية ومصاريفها فرحت الأم كثيرا بما سمعت وذهبت مسرعة إلى بائع الحواسيب ودفعت له كل ما تملك على أن تكمل له الباقي أقصاطا وذفرت بالحاسوب وشبكة الانترنت وبعد صبر والتضحية بدأت الأم في حصاد نتيجة تعبها فها هي الإبنة الكبرى قد زاولت تعليمها الثانوي وما زالت الأم حتى الآن تكافح من أجل بناتها وهي متأكدة بأن كل آت قريب وكل هم إلى فرج لا يبقى شيء على حاله وأنت يا صغيري إن كنت تريد الظفر بخدماتنا أنشئ حسابك الآن وتمتع بأنفع وأمتع الفيديوهات التعليمية والتفقيفية